مرحبا شباب وصلتني مؤخرا كثير أسئلة حول هذه الخاصية الجديدة في آيوة 16 لو نذهب على الإعدادات ثم ندخل على الخصوصية والحماية ننزل للأسفل للآخر سنجد هذه الخاصية الجديدة نمط المطور قبل ما ندخل في الشرح أود تذكير فئة كبيرة تتابع الفيديوهات وغير مشتركة معنا في القناة إذا كنت واحد منهم وعندك آيفون تذكر أن تنقر الزر الأحمر قبل المغادرة أعيد تذكير طريقة الدخول إلى هذا القسم هنا في الإعدادات ندخل على الخصوصية والحماية سنجد نمط المطور هنا في الأسفل ندخل عليها سنجد توضيح من أبل بالإنجليزي قمت بترجمته لكم هنا نقرأ إذا كنت تقوم بتطوير تطبيقات لمونتجات أبل فإن وضع المطور يسمح لك باستخدام الميزات المطلوبة لتطوير التطبيقات عند تشغيل وضع المطور سيتم تقليل أمان جهازك تذكر هذا جيدا عند تشغيل وضع المطور سيتم تقليل أمان جهازك يعني هذه الخاصية وضعتها أبل في الأصل من أجل مطور التطبيقات الخاصة بأجهزة أبل حتى يقوموا بتجربة تطبيقاتهم قبل رفعها على المذجر من أجل تتبيتها يحتاجون لتفعيل هذه الخاصية وهذا ينطبق أيضا على المستخدم العادي الذي ينزل تطبيقات من خارج أبستور سواء عن طريق الكمبيوتر أو المتاجر الخارجية هنا سنعمل تجربة معا عندي أنكافر قمت بتتبيته عن طريق الكمبيوتر طبعا هو لا يدعم آيوة 16 لكن قمنا فقط بتتبيته كتطبيق خارجي من أجل التجربة بعد تتبيته والوتوق في الشهادة الخاصة بفئة الإعدادات لو أنقر عليه سنبطق هذه الرسالة تقول مطلوب نمط المطور يتطلب تشغيل هذا التطبيق تمكين نمط المطور ولن يكون هذا التطبيق متاح للاستخدام حتى يتم تمكين نمط المطور الآن سنقوم بتفعيل نمط المطور نرجع على الخاصية داخل الإعدادات وسنقوم بتفعيلها كما تلاحظون سيتوجب علينا إعادة تشغيل الجهاز نقوم بالموافقة بعد إعادة تشغيل الجهاز ستأتيك رسالة جديدة تطلب منك تأكيد تفعيل وضع المطور نقوم بالموافقة والآن لو نذهب على التطبيق الخارجي سيفتح معنا بدون مشاكل لكن تذكروا أن أبل قالت أن بعد تفعيل هذه الخاصية نمط المطور تقل الحماية في الجهاز يعني إذا لم تكن حقا محتاج لها تأكد أن تبقيها دائما غير مفعالة إن شاء الله تكون وصلات الفكرة لا تنسى ما طلبته منك في بداية الفيديو فضلا وليس أمرا نلتقي غدا في فيديو جديد سلام